السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اخواتي الغليين كل سنة وانتم طيبين داخل مصر وخارج مصر برحب كل اخواتي اللي بكتبه لكم مينتات برحب كل حبيبي اللي في المغرب ما تحرمش منكم ولا من تفاعلكم معايا برحب كل اخواتي اللي بتفعلوا معايا بكل صدق وكل امانة في الفيديو ده ان شاء الله انا من المعصفر وان شاء الله تفتحها عليه بعد اسبوع تلقيز ده ما انتم شايفينه معايا في الفيديو ده بالحلى والجمال ده وكل مرة ان شاء الله تعتمد الطريقة دي هن سمي بسم الله وانكسر السرع الحبيب ونخشها على الطريقة على طول انا جايب اكله نصف لمون انتي طبعا هتجيب الكمية اللي انت عايز ده قبل ما نبدأ التعطيع في اللمون تكون انت قوي غسلك اللمون كويس جلتا تحت المية مرة واثنين وثلاثة لما تأكد ان هي وعفوش اي حاجة خالص هتجيب استيكينة وتبدأ ان انت تقطع في اللمون كده نصفين او اربعة اربعة بالشكل ده زي ما انتم شايفين سواء تعطيه اربعة اربعة او نصفين هي النتيجة واحدة في الاخر فال اللي انت حاب انت تعمليه ما فيش اي مشكلة خالص هنقطعه في الشكل ده كده بس طبعا هو الاربعة اربعة يعني الشكل المعتاد في اللمون المعصفر بتاعنا بس انا قطعته كده وقطعته كده فاللي ريح يكون افضل كل اسرع لك اعمليه بالشكل ده زي ما انتم شايفين وفي الاسناق ده كده وانا بقطع اللمون كنت مجهزة معي حلة مليانة مية على النار وعلى ما خلصت اقطيع اللمون هتبدأ المية انية تبدأ تغلي معي هنزل بجمية اللمون ومهمكيش لو اللمون اللي قطيه اخدر في السوق مجرد ما تنزليه في المية هيبدأ ان هو ياخد معاك اللون الاصفر زي ما هتشوفوه معي دلوقتي نيجي بقى للخطوة اللي بعد كده هنسيبه في المية حوالي عشر دقايق مش اكتر من كده من تمال لعشر دقايق مش اكتر من كده احنا مش عايزينه ياخد السلوك كامل زي اللمون المسلوق ندي بتسلقيه وتحطيه في البرتمان احنا هنسيبه بس ياخد حوالي تلات اربع غلوات وانطلع على طول يبقى تكون تلات ربع سوا نيجي بعد كده ه حتى نجهز الخلطة معنا اللي هنعشي بيها اللمون معي عصفر وحبة البرقة ونحط نسبة المالح اللي احنا محتاجينها لحسب كمية اللمون طبعا انت بيجيب العصفر ده من عند اي عطار هتقول له وعايز عصفر لللمون وهاجيبي حبة البرقة سواجه هحطte لك حبة البرقة على العصفر او انت جب jóحياتها لانت متقطريش يعني انت هتحطي كمية الاصفر اللي انت عايز لها ده كويس بيدي الليمون اللي لون الاصفر الجاميل اللي انتو بتشوفوه معي اما حبة البرقة تكون معلقتين او معلقة كبيرة هرامية كده مش اكتر من كده علشان اللمون لو قاعد معاك فترة طويلة او انت عملك كمية اكبر من اللمون وسبتيها فترة طويلة ما تلاقاش استودت معاك ما تلاقيش اللمون اخد اللون الاصمر معاك ويبقى شكل وحش ومتش حب اكله وهاترميه على طول شايفين اللمون اخد معايا اللون الاصفر بدأ ان هو المياه تغلي معايا باللمون يضب خلودين تلاثة بك كتير وهتطف عليه النار طيب لو انت لست مبتدأ في المطبخ ومتعرفش امتى وصل المرحلة اللي انت هتطف عليه النار هتمسك اللمون كده بين ايديك وتضغط عليها لقيها ترت معاك الى حد ما هتسيبه خلاص هتطف عليه النار وتنسيكه تصفيه وهتشليه من على النار على طول بالشكل ده كده انا دلوقتي هاده اصفيه بالشكل ده كده بعد ما صفيته في المصفى هنزل اي نسبة مية فيه بالشكل ده وطبعا مية سليء اللمون مش هنرميها احنا لسه هناخد منها مية نسوي بيها البرتمان وهنليها استخدامات كتيرة جدا هنستعملها ممكن تستخدميها في اه غسيل الاحواط تستعملي بها صابون مواعين سلي عملنا وانا ازلق قبل كده على القناع لها استخدامات كتيرة جدا بتخلي سلسطين يبرق ويلمح كده ما شاء الله معايا اللمون سخنه معايا البرتمان معايا حابة البركة معايا العصفر ومعايا شطة بس مش هستخدمها غير في الاخر وحطيت نسبة المرح اللي انا عايز داها حطي معايا اصغيرة كده في الاعر البرتمان اه لو انت عايزة تسيب اللمون ان هو يبرد وبعد كده تشتغل فيه مفيش مشكلة حابة ان انت تشتغل فيه وهو سخن زي ما انا عملت كده انا حبيت ان انا اعمله سخن على طول كده عشان يستيوه معايا وبيصرع من عملية السيوة بتاعته ويستيوه معاك على طول يعني لو هيقعد عشر ايام هيقعد سباح ايام بالكتير سباح ايام بالكتير وتكوني اكلة منه شايفين بقى ما شوء الله انا بقيت ان انا اشتغل فيه هو سخن على طول كده وزي ما قلتلكم بتسرع من عملية التسوية بتاعته ان هو بدل ما ياخد ما هيقع عشرة ايام سباح ايام ست ايام بكتير او اسبوع تكوني فتحة الاعليات لايه مستويه وجميل زي ما شفته معايا في اول الفيديو يعني انا سباح ايام بالضبط وكنت فتحة عليه زي ما تشفته معايا طبعا انا بعمل اللمون دا ممكن يعد عندك ست شهور بحله طريقة اللمون دي ممكن تعمليه يعد عندك بالاربع شهور وست شهور ما يجرلوش اي حاجة وخصوصها من نسبة الشطة اللي بنحطها عليه دي بتحفظه بكل ما تحفظه ليه والمية اللمون واللمون اللي عناصره دلوقتي في المية وبنحطه بيعد عندك اي فترة دويلة جدا ما بيجرلوش اي حاجة بطعمه بيقى منتهج جميل الاول واحدة الاخر واحدة دي طبعا شطة محتفظة بيها في الفيليزر بجبها افرومها كده في الكبة واحتفظ فيها بالفريزر بطلحة اكون جاهزة معي لأي حاجة انا عايزة اعملها مية السليزة ما قلت كله اخطت منها كوب بيتين زي ما انتم شايفين مرة منهاش وحطيت معلقة كمان من الملح بسيطة كده او معلقة اللي ربع لان طبعا نحطين ملح على العصفر فمش عايزينه يكون حادق جامد قلبت الملح كده وباخد كمان معلقة من الشطة وبقلبها على مية اللمون اللي احنا استلقنا فيها وبحط معلقة الملح الصغيرة كمان وهو معلقة من الشطة بالشكل ده زي ما انتم شايفينه وبقلب كله مع بعضه بالشكل ده الغاية ما تأكد من الملح ده بمهايا تماما وبنزل بها على اللمون بالشكل ده كده وطبعا نسبة المية اللي احنا حطينها ديك ما تقوليش ان هي كتيرة لان انت بعد ما اللمون يفضل معانتك حوالي اسبوع هتلاقيه شرب نسبة من المية اللي انت ضيفاها فهتلاقي معاكل المية بدل ما هي مالية البرطمان هتظهر معاكل تلات تربع البرطمان وهتلاقيه نقص خالص فلازم ان نحط مية كتير كده علشان الوش اللمون من فوق ما يعفنش ويعمل عفونا معاكل اللي هي اللغيم الابيض ده فالافضل انت تمنى البرطمان مية كده وهتلاقي اللمون معاكل شرب نسبة من المية تاني حاجة ده اشر اللمون اللي انا عصرته انا كنت عصر حوالي ستة لمونات كده في مية الاستليق بتاع اللمون وخدت الاشرة حطيته على وش البرطمان وبعد كده حطيت عليه حوالي معلقتين من الزيت هسيبه بقى لمدة اسبوع مش هفتح عليه والأجيام متو خالص حوالي سبعة ايام أو ثمانت يام بكتير وهنفتح عليه هنلاقيه بالشكل الجميل ده شايفين بقى الحلوة والجمال الشطة مع اللمون مع حاجة مع معلقتين الزيت اللي انا ضفتهم على الوش ده ما يخليش معاك اللمون او اي مخليلات عمدا ان هي تبص معاك نجي بقى للخطوة المهمة جدا اهم حاجة اي مخليلات تعمليها اوعي تحط ايديك فيها يعني لو انت مثلا بتجيبي المخلل او بانوتك بتجيبه لك بتطلعه اسنين باكلة تكون بشوكة او بمعلقة وتخليها اتطلع به لان لو انت حطيت ايديك فيه اي مخلل بتطلع ايه كمان يومين اتنين تلاتة او بالكتير هتلاقيه بص معاك وريم وعمل ريم الابيض اللي على الوش شوية هتلاقيه بص معاك فالافضل ان انت تطلعي بمعلقة معاك او بشوكة او بمعلقة كده زمان اقولتلك شايفين بقى الحلوة الجمال قد ايه مستوي الجميل يفضل معاك بقى شهر اتنين تلاتة اربعة انا كنت عاملاه قاعد عندي ستة شهور كنت عاملاه وفضل عندي لغاية رمضان ما جرلوش اي حاجة خالص وطول ما انت بتطلعي بالشوكة او بالمعلقة ما جرلوش اي حاجة معاك ولا يبوز ولا يريم ولا يجرلو اي حاجة خالص شايفين بقى الحلوة الجمال بتاعته وكمان طعمه يعني فيه المسازة بتاعت اللامون كده طعمه في منتهى الجمال جربيه وقللي لو عندك اي وصف اي استفسار عن اي حاجة اكتبي لي وانا هردت عليك لو عندك اي وصف ايزانا انا ازدلهالك اكتبي لي وان شاء الله هنزدلهالك بحبكم في الله واسبكم في رعية الله ما تنسيش الوردة بتاعت كل يوم من القرآن الكريم ما تنسيش تكسري من الصلاة على النبي وتكسري من قوله لحاوله ولا قطئ الله بالله العليه العظيم بنية رفع الغلاء والبلاء عن امة محمد بحبكم في الله واسبكم في رعية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته